موسيقى مجرس لهم الأخبار أهلا بكم قالت مصادر سياسية مطلعة إن ترتيبات جارية في جدة بالمملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاق نيونه النزاع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وتوقعت المصادر أن يتم التوقيع على مسودة اتفاق جدة يوم غد أو بعد غد إثر الاتفاق على معظم بنودها دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وميليشي الحوث الانقلابية غرب جنوب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع وبحسب مصادر عسكرية فإن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت من كسر هجوم عنيف شنته ميليشي الحوث على أطراف منطقة ومعسكر الجب وأضافت المصادر أن مواجهات دارت بمختلف الأسلحة انتهت بكسر الهجوم وخلفت قتل وجرح في صفوف ميليشيا الحوثي قال وكيل محافظ تعز لشؤون الدفاع والأمن اللواء الراكن عبد الكريم الصبري أن ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة هي الوجه الآخر لثورة سبتمبر فهما وجهان لعملة واحدة ووطن واحد ومشروع واحد وشعب واحد جاء ذلك خلال حفل فني وخطابي بمناسبة الأعياد الوطنية لثورتي ستة وعشر سبتمبر وأربعة عشر أكتوبر المجيدتين أنظمته جامعة تعز بحضور قيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز أكد محافظ حضر موت اللواء فرج البحسني تمسك أبناء حضر موت كغيرهم من أبناء الوطن بمشروع الأقاليم المعبر عن اليمن للتحدي الجديد وقال البحسني خلال لقائه الرئيس عبد ربا منصور هادي أن مشروع الأقاليم يعد الخيار الأمثل للنهوض بواقع اليمن وتجاوز كل التحديات وتجارب الماضي المركزية والمؤلمة قالت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة إب أن الأمهات فقد 21 من أبناء المحافظة في القصف الجوي لسجن كلية المجتمع في ذمار من قبل طيران التحالف بعد أن اختطفتهم ميليشيا الحوثي وأخفتهم للسنوات ودعت الرابط خلال وقفة احتجاجية وبيان اليوم تزامنا مع أربعينية ضحايا استهداف سجن الكلية إلى محاسبة ميليشيا الحوثي بالدرجة الأولى والتحالف كونهما يتحملان المسئولية عن الجريمة وفي الخبر الأخير كرم مكتب الشباب والرياضة ومكتب الثقافة بمحافظة تعز عددا من الطلاب المبتكرين في معرض اختراعات طلاب كلية الهندسة بجامعة تعز وقال مدير مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي إن المكتب سيضع برنامجا مشتركا بالتنسيق مع جامعة تعز وذلك لتنمية مهارة وقدرات الطلاب والشباب مؤكدا على أهمية تبني ابتكارات الشباب ودعم قدراتهم ومواهبهم وإبرازها للواقع بصورة مكتملة إذن نهاية المجز في أمان الله اشتركوا في القناة